بسم الله الرحمن الرحيم كل عام وأنتم بخير إن شاء الله لمحاضرة اليوم مش هنشرح إحنا انتهينا من الشرح في المحاضرة الأخيرة السابقة النهاردة إن شاء الله إحنا بنعملكم هذه المحاضرة محاضرة إرشادية للكلام في نظام الأسئلة والامتحانات وإزاي نجاوب وهذه الأشياء فإن شاء الله تم اتخاذ القرار بعقد نظام الامتحان نظام الإلكتروني إن شاء الله هيكون عن طريق الدخول على موقع المعهد الموجود على الإنترنت تمام؟ شؤون الطلاب تقدروا تستفسروا منها عن الكود وأكواد المواد والدخول والخروج والمهم إن شاء الله يكون لك صفحتك على موقع المعهد عن طريق الصفحة هنقدر نتواصل إن شاء الله هتلاقي رقم جلوسك هتلاقي مثلا الجدول بتاع المواد والتاريخ والتوقيتات بتاعت الامتحانات وهذه الأشياء وإن شاء الله بإذن الله هنحط نظام بنك أسئلة يعني مادتنا مادة السكان والبيئة وحقوق الإنسان هنحط إن شاء الله على الموقع خلال الأيام القادمة بنك أسئلة مكون من ميد سؤال ميد سؤال شاملة لـ 11 محاضرة اللي احنا قلناه اللي هما الخامسة في المعهد أثناء الحضور قبل تعليق الدراسة وستة أولاين إن شاء الله الميد سؤال شاملين المقرر كله من أول محاضرة حضور لحد آخر محاضرة أولاين هنلاقي الميد سؤال في المادة بتاعته بمادتنا مادة السكان والبيئة وحقوق الإنسان خلال الأيام القادمة موجودة على صفحة على موقع المعهد الميد سؤال إن شاء الله هيكونوا يعني محلولين هيقود دامك وطبعا هيمرهم على جميع المقرر يعني ممكن من كل ورقة ورقة لاي سؤال هيبع برعبار إن شاء الله إلا السئلة اللي هتيجي إن شاء الله هيبع بنظمها نظام آآ صح وخطأ واختياري من بين الجمل عبارة عن سؤالين سؤال صح وخطأ وسؤال اختياري من بين الجمل سؤال صح وخطأ آآ حدود عشر أسئلة عشر إيه فقرات أو خمستاشر أو عشرين فقرة وسؤال صح وخطأ الأولاني أو اختياري سؤال برضو اختيار او صحة وخطأ اللي هو التاني مكون من 10 او 15 او 20 جملة بالكتير يعني ممكن السؤالين جميع ورقة الاسئلة ما لا تتخطى ان شاء الله من 20 ل 30 ل 40 سؤال جملة ان شاء الله معاك الزمن ساعة او اكتر ان شاء الله الجملة او عشان ازاي هنخش احنا هنخش على الموقع هنلاقي الاسئلة بتاعتنا ان شاء الله في يوم الامتحان وفقا للجدول للموضوع والمعاد هنخش نفتح المادة حول الانسان هنلاقي الاسئلة قدامنا السؤال الاول 15 او 20 من 21 او من 1 ل 15 تمام هنجاوب على الاسئلة هندوس على الزرار ان كان اختياري هنختار هنقرأ الجملة ونختار الجملة الصح المناسبة ان كان صح وغلط يا هدوس على صح او هدوس على خطأ بايدي ان كان معايا موبايل او بالموس على الدسكوتوب او بالالم على لو معايا لابتوب او تابلت او هزي الاشياء سهلة و بسيطة وميوسرة ان شاء الله معلومات بسيطة هتكون سهلة جدا من الكلام اللي احنا قلناها يعني مثلا في المادة في صفحة خمسة في مادة السكان والبيئة وحقوق الانسان ممكن اقول لك مثلا يعني العلم السكان يطلق عليه علم الديمغرافية ها العبارة صح والله خطأ هلاقي عندي العلامة كاية دايرة دايرة صح ودايرة خطأ العبارة صح هدوس على الدايرة صح العبارة خطأ هدوس على الدايرة ايه خطأ تمام طيب ممكن ألاقي عندي مثلا في نفس السؤال تاني السؤال التاني الفقرة الاولى بتقول لي ايه مثلا يعني علم السكان أنواع علم السكان أنواع علم السكان واحد علم السكان الوصفي اتنين علم السكان التاريخي تلاتة عصر علم السكان الاجتماعي أربعة جميع ليه الإجابات الصحية يبنهون الصح جميع الإجابات الصحية لأن علم السكان تلاتة أنواع دولة التاريخي والوصف والنظري يبنهدوس على الزرار بتاع جميع الإجابات صحة عندك في صفحة خمسة اول صفحة تمام هكذا عندي عشر جمل او خمستاشر او عشرين ان شاء الله بكتير او يعني عشرين وعشرين عشرة وعشرة خمستاشر وخمستاشر تمام يبقى الاجمال كله عشرين الاجمال كله تلاتين الاجمال كله خمسة وتلاتين اربعين ان شاء الله مش هزيد عن كده عن اربعين سؤال من الميت سؤال عشرين وعشرين او عشرة او 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 خمستاشر وخمستاشر ان شاء الله يعني ايه تبع حاجات خفيفة وبسيطة وسهلة وطبعا يا شباب الحجاج مفيش حجاج. يعني احنا ممكن اه امتحن على الموبايل بتاع زميلي لو انا معايش موبايل طاتش مثلا. اندرويد. لو ما عنديش ديسكوتوب او نت عاد ممكن اي مكان. طيب لو انا بابتحن مثلا والتوقيت واقع او الكهربا قطعت او النت قطع. انا واقف عند الجملة مثلا كام الجملة التالتة او الرابعة مثلا. السؤال الاول. بيتاني الكمبيوتر محتفظ فيه و النت محتفظ بالايه? بمنطح من حد ما التواقف. ماشي? ترجع الكهربا تاني او يرجع النيت تكمل تاني. انت كنت واقف عند رأيك كام اربعة او خمسة كامل ستة و سبعة او ايه? وتمانية تكمل تاني. مفيش ايه مشكلة? فهو احسن لكم واعتقد انه افضل لكم كتير من النزام الابحاث. لان النزام الابحاث او المقالات نزام صعب جدا. اا عندنا كزا مت طالب هتعملوا ابحاث. يطلع سطرين متشابهين في بحث او مقالة مع زملك. ممكن ترسل في البحث وتشيل السنة الجاية يقولك تا عندك ملحق او كزة او هزي الاشياء. تاب ليه نعرض نفسنا لكده? وندفع فلوس ونجد برا ونتعرض الانتزاز وضغط ومكتبات وصعيبرات وكده. لا الموضوع بسيط وسهل جدا وموفر جدا وانت قاعد على سريرك قاعد على مكتبك من اي مكان بس زبر شوف بس موعيد ابتحاناتك جدولك. الا المواد امتى وانظام ايه? وتخش على الموقع المعهد. يكون معاك الباسورد بتاعك ومعاك رقم القاوم بتاعك. عطري شغون الطلاب. والكتاب في ريحك السرح ان شاء الله. الامتحان اوبن بوك. معاك الكتاب محطوط في ريحك واقعي. هتفتح تلاقي الاسئلة. ممكن تستعين بالكتاب برضو. في البحث عن الاجابة. هتلاقي الموضوع سهل جدا 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 جدا. بالذات في المادة نظرية زي بتاعتنا. هتجي تفتح الصفحة. انا بتكلم بس انا في السكاء. هتفتح السكاء. انا بتكلم في التعريفات يبقى في الاول. اول علم الايه? السكاء. اه في كزا هبص اه ممكن اجاول. اقرأ واجاول. تمام? عند الاربعين جملة او تلاتين جملة مش هيخضوا نص ساعة منك. بكتير. او تلت ساعة او ربع ساعة او نص ساعة. او بكتر ساعة الله رب. او ساعة بكتير او يعني. ها? يوم هتاخد تاخد وقت كله يعني اللي هنهدهلك ان شاء الله. هنهدك ساعة او اكثر. يعني لا تقلق. الهم الاخير احنا مطلوب ان هنا يا شباب النجاح. النجاح يعني جاوب نص هذه الاسئلة. يعني جاوب خمسة عشر جملة صح. عشر جملة صح. عشرين جملة من اربعين. عشر من عشرين. خمسة عشر من تلاتين. ده المطلوب. لان حتى لو جاوبت كل الجملة صح. اف والا اف. استوفيتها كلها. افلت. كلها. برضو الدرجات هتتحسب. يا ناجح. يا راصب. ما فيش درجات. هذه الدرجات لا تعلن. ولن تضاف للمجموع بتاعك. هذا العام او العام القادم. هي نجاح. بس مادة مادة نجاح. يعني انا عايزين ننجح نجيب النصف. ان كان في عشرين جملة صحة وخطأ سؤال الاول. وعشرين جملة السؤال التاني. اختياري او خمستاشر وخمستاشر. او عشرة وعشرة. عشرة وعشرة عازين ننجح في عشرة. خمستاشر وخمستاشر عازين ننجح في خمستاشر. عشرين وعشرين عازين ننجح في عشرين. جملة. تمام? فان شاء الله بالراحة معك الكتاب. معك قلمك في بيتك في اي مكان براحتك كده ان شاء الله كده. ماشي. وبعد رمضان ان شاء الله مادر ما تعيده. والسلامة كده ان شاء الله. شايةك في ريحك ومروق وقاعد. بطير الاسئلة واحدة واحدة خطوة خطوة. كل مسلا خمس دقايق جملة. يعني خمس دقائق انت عندك كم في الساعة عندك انتاناشر عندك ايه تناشر خمس دقائق هحل كل جملة فى خمس دقائق يبقى حل الانتاشر من كم من عشرين او اثناشر من اربعة وعشرين او اثناشر ممكن تhengea برضو يعني ممكن دلقلنا فى ادلالتين جامعة يعني ممكن قد الجملة مثلا دائتين ممكن دا تتتت تلك دقائق ممكن ادرون Ok اربعة دقائق خمس دقائق فهمني واجيب افتح كتابه من بوك اشوف الموضوع ايه والله لو انا ممكن اكون مراكز مع الدكتور اصنع المحاضرات الاونلاين اللي احنا قلناها واصنع حضور المعهد و اكون مراكز معاه وبالسهولة جدا لان نفسي ربنا بيوفانه وعلى طول الانتحان ما ياخدش عشر دقايق في ايدي لو انا راجل فاهم وستمع المحاضرات اونلاين وارا الدكتور وابتابع كويس في الكتاب وكلام من ده في الايام اللي فاتت والشهر اللي فاتت والله لو انا ضعيف عندي الكتاب ممكن ان شاء الله ربنا سأللي اجاوب التلتين اجاوب الوص اجاوب الكله manos عمرتك شطرة المساء السهلة يعني ان شاء الله انا وعدكم ان يعني ما فيش رصوب ان شاء الله انتم الحمد لله بسم الله مشاء الله يعني هنشوفكم ان شاء الله باذن الله في السنة رابعة في سنة الرئيس السنة الجاة ان شاء الله ونشوفكم على خير واتطمنهم ما تلقوش يا ولاد وكل شيء تمام واحنا بالرعيكم المعد والله المعد كل الزملاء والسادة العميد ومجلس الدارة براعين ظروف الطلباء وعارفينك وعارفين ظروفكم واحنا اخواتكم وابهاتكم حرصاء على مصلحتكم جدا جدا ومتى لقوش وكل سنة ومتطيبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته